الآن في الفيديو الثاني للمحاضرة أربعة خمسة مناعة مرحلة ثالثة جامعة العين هنا قال الكتر البوليسكرايت يعني متعدل السكريات شركتر مميز بايب واسطة الهاي موليكال ماس ماس كتلة هاي عالية موليكال الجزائية يعني الكتلة الجزائية مالتها عالية هاي البوليسكرايت بس شنو شبيها بعد اندلو كيميكال كومبلكس تلي اللي هي التعقيد الكيميائي بسيط ما بها تعقيد كيميائي البوليسكرايت مو معقدة بس عالية الكتلة تمام أربورلي هي قليلة أورنوت إميونوجينيك وبالتالي مادام ما بها تعقيد كيميائي هي اما قليلة أورنوت او عدم وجود الإميونوجينيك زيان اللي يهمني بهذا هاي المعلومة كدها منه المثال اريد مثال على البوليسكرايت النشي والسليلوز هذاني خير امثلة على البوليسكرايت النشي والسليلوز الأذر اميونوجينيكي فاكترا عوامل مناعية أخرى أول شي روت الطرق الادمنستريشن الاعطاء او التلقيح تمام اول الطرق او الروت الطرق او الادمنستريشن او الروت جميع الطرق او الادمنستريشن ما الاعطاء او البرنسيبل على مبدئ الاميونوجين طبعا تحفظها بس الطرق الادمنستريشن الاي في تمام اللي هي وريدية والاي بي تمام صفاقية احلا نسميها او بالصفاق تمام اوكي هاي الاي في والاي بي شبيهن فيري اميونوجينيك عاليات المناعة يعني حفزا جهاز المناعة بشكل عالي انت انديوز ويثيرا شي ثيرا الهيومرال رسمونس الاستجابة الخلطية يعني انتو بادي احفظه اندني اون اثر هاند على الجانب الاخر السبكوتنس اللي هي تحت الجلد والانتر ديرمل اللي هي داخل الجلد سدي واعي دي blueberry هذا الطرق العديم من الاعله اميونوجينك طبعا الاعلى 저جهاز المناعة طبعا لولا اون السنشير واساسي الاستجابة بواسطة الخلايا هذا شيء ثير الاستجابة الخلطية بواسطة البروتين هذا شيء ثير الاستجابة بواسطة الخلايا القنوات الهضمية التنفسية قنواتها ضعيفة تعتبر يعني خوش اعتبر يدخل بيها كل شيء خوش طبا هسا الجرعة ما للأنتجي الجرعة المستخدمة بلاي تلعب جدا امبورتنط مهم رول دور ان ذا اندكشن باثارة او ذا اميور سبونس اكيد اذا كان الجرعة قليلة ما راح يثير الجهاز مناعه هواي دا كان الجرعة هواي راح يثير الجهاز مناعه هواي تمام التفاعل يعني يتناسب مع كمية الانتجين اذا كانت كمية الجرعة او الانتجين هواي راح تكون صدمة بالنسبة للجسم تمام لو لا خوش بط بيوند لك بعد حد معين حد سيرتين معين راح يقل الاميورس مواصر الاتجابة المناعه توصل حد معين وتبت تنزل تمام هذا الموضوع شنسميه من يوصل الجهاز المناعي لاستجابة عالية كل شوية يبدي ينزل نسميها زون افكت هاي تحفو اللياح تمام اليوز استخدام الاتجيفنتز تمام المواد المساعدة اليوز استخدام الاتجيفنتز ري انفورس يزيد من قوة المناعة المواد المعطاء تمام هانه 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 نفسه المواد الزيتيخة هي مواد الزيتية هي مواد الزيتيخة مواد المواد 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 المعتنيه Mangaral المعدنيه تمام شبيهه إنكمبليك مواد مساعدة يعني مواد فرويد المساعدة الغير مكتملة احنا نسميها هذا طبعا مثال عليها هذا رقم واحد بعد الماينرالز المعادل مثل اليوم والالبومين والكاليسيوم فوسفتيز يعني فوسفات كاليسيوم ذني كلهن ذني معادل وذني معادل زيتية وزيوت معدنية ذني شنو مواد مساعدة تمام خوش هسه البريستانز الاستمرار هذا انا ما اريده الجليتك فاكتر عوامل الجينية هاي اضا ما اريده المين كاتيجريز الفئات الاساسية كاتيجريز فئات او انواع مين الاساسية يقولك الانتجين مين اساسية مين اساسية معايير معيارين اساسيين الانتجين راح يصنف اول معيار المنشئ ثاني معيار النيتشر الطبيعة خوش اكوردنج حسب الارجين المنشئ اول نوع حسب المنشئ رقم واحد حسب المنشئ راح نصنف رقم واحد النيتشر الطبيعي مثل البكتريا الفايروس البلود جروب انتجين يعني اكو بكتريات اكو بكتريا داخل امعائك اوكي بكتريا اللي هي النورمال الفلور طبيعي خوش هاي خلاص هاي بس تعداد والامثلة اللي ذكرتها بعد الارتفكر الصناعية هي نيشور الانتجين هو انتجين طبيعي موديفايد تم تعديله باي بواسطة الهيت الحرارة او اليوري هذا حفظ حفظ التعداد التعريف كله اريده خوش ثالث نوع طبعا التعداد كلهم تحفظهم الساينفتك التصنيعية مانيوفاكتشر مصنعة فروم صمال موليكول زيادة صغيرة كورسبوندينج متوافقة تو بارتوكلر اماينو أسد مع سلسلة تقدر تحفظ انه هي مانيوفاكتشر بس مصنعة كافي كافي بس دفرينتي بين انواع مختلفة من الانتجين اكزوجينوس هذا الاكزوجينوس جائني من برة من البيئة الاكزوجينوس انتجين كم يأتي فروم فورن سبستانز مواد غريبة ذات كان انتر تدخل يور بادي جسمك ذروه خلال نوز الخشم الماوث الفن والكت اللي هو الجروح نيورسكن بالجلد ماتك نيورسكن يعني جلدك هذا الاكزوجينوس الاندوجينوس الاندوجينوس انتجين موجودة على الخلية ماتك خلاياك لداخل جسمك نيوربادي بالجسم هاي اصلا هي موجودة بداخل جسمك بس صير فات خلال معين وتثير عليك تمام الثور هذا يتضمن خلية عندك مصابة خلية بداخل جسمك مصابة تطعي عاز الجسم تقول لي اقتلني لان انا مصابة ليش اعثر على غيري ليش المرض يتحول للخلية بصفة فراح ادمر نفسي تمام هذا يسمونه اندوجينوس السيل انفكتت خافي قلقك سيل انفكتت اندولوكزو قلق لاندو وذ بكتريا اذا خلية مصابة ببكتريا او فيروس ذات سيقنال ذي مسيل راح تطع اشارات النفسة سيقنال الاشارات انه تحطم بواسط الجهاز المناعي تمام كلا صحيح التسير رسيبت طبعا الله نعيد هاي مرثان التسير رسيبت طلا هاي عندنا الخلية ما تكمال جسمك طبعا ما جاي بس مديد جاي يروح الوضوح ما لش اسمه طبعا بداخله انتجين تمام لو لا هذا انتجين هذا الانتجين الخلية راح تعرض على سطح بواسط شيء اسمه mhc تعرض زيان هو الجسم شوان يدري ان هاي الخلية مصابة هي راح تقول تعرض فمن تعرض راح يجي واحد اسمه tcr أو bcr tcr r يعني receptor ccr t خلية مستقبلات الخلية التائية ومستقبلات الخلية البائية قلنا المناع عبارة عن خليتين bcr و tcr تمام لو لو انتجين يتم انتاجا بواسطة النقاع العظم أو نقي العظم خوش فهذا ال mhc راح يروح لمستقبل t أو مستقبل b مستقبل t طبعا يودي t ومستقبل b ودي ال b وهكذا مرات مستقبل t طبعا نسال فطو t أو شنو الشغلة وشنو tcr وشنو الشغلة هيا هال هناش قال لك هو tcr او tcr قروب مجموعة من البروتينات فاود موجودة on على t line فساعد وهذا المستقبل ما ل t موجود على t اللي هو t line فساعد t يعني t line فساعد هو مستقبل اسمه مستقبل t فموجود على t يستقبل الاشياء ويطيها لل t فهناء يقلك يا بترى هو قروب من البروتينات فاود موجود على t line فساعد وهذا وخلص مع الته وقال لك هو تي بنوع من immune من الخلايا المناعية ذات recognize تتعرف and bend وترتبط بال foreign substance بالمواد الغريبة مو شغلة خوش بس هو موجود على t line فساعد tcr يرتبط مع سيرتين انتجين طبعا tcr راح يرتبط مع الانتجين اللي موجود بال mt c glass خوش found on the abnormal tcr راح يرتبط مع الانتجين الموجود على سطح الخلية غير الطبيعة خلية المصابة cancer cell or cell or other organism and cell infected الخلية المصابة بسطة الفيروس هذا جاي يعدد لك تي سي آر ريسبتر كومليند كلاوات ها مريد تي سي آر ريسبتر is complex ومعقد of integral membranes protein يعني غشاء protein that participate تشارك مع التنشيط التي سي اكيد هذا مستقبل التي سي آر من راح ياخذ احداثيات الانتجين من الام اتسي اللي راح يعرضها فوق الخلية اذا راح ينشط التي او نشط البيئاس احنا عادي راح نشطها راح قليابة هذا الانتجين الموجود على الخلية الفلانية المصابة اللي اخذت من الام اتسي class 2 او اللي اخذت من الام اتسي ترهي تجو يتوضع يسوي لي تنشيط ضده فرح يصر اكتيفاشن للتي سير انسبونس كاستجابة وانتجين تمام اللي هالسي دي ثري والاخر التي سي آر ستموليشن تمام المحفز استرايقر باي ام اتسي طبعا التي سير من راح يحفزه الام اتسي هي راح تطيح دافيات الاناش راح تفوك تمام لو لا خوش سبونسيبر استجابة فور اميون ري اكشن كوغنيسي طبعا ايش طبعا ايش طبعا ايش هي الظاهرة هاي لنيومونية ظهرة التعرف تمام خوش اه اه كمتي احنا عدنا عدنا من عشرة الاف ما عشتي لا ينفس هاي القضية هاي الظاهرة تحفظ لي بس عددهين كافي خوش بعدا انا قال لك تشوف جاي نفس القضية طبعا المزعجة هاي الموضوع كل شي هنان انا ما فهمتش لانو كلمات مقطعة عدي ما عرف يا جاي تبين بالتصوير لها عدي بالمزمة كلمات مقطعة هنا طبعا يقول لك البي سي آر مثل ما تي سي آر هو مستقبل موجود على سطح خلية التيلة امفسايت البي سي آر هو مستقبل موجود على سطح خلية البي لا امفسايت البي سي آر هو مستقبل بروتين عابر للغشاء وين موضوع على سورفي السطح الابلازمة الابلازمة هذا تعرف مكانة لازم خوش فموجود على البلازمة او البي لا امفسايت وين البي لا امفسايت اكتفيت تنشط اوهن دا فيرس انكاونتر انكاونتر يعني اللقاء او الصدام الاول فيرس واذ مع الانتجين من تتنشط البي لا امفسايت مع اللقاء العول مع الانتجين دا بنت ترتبط مع الرسبتر مع المستقبل اكيد الانتجين ما رح ارتبط بالبي لا امفسايت باشرت ارتبط بالمستقبل مال ادها خوش الانتشار مع الخلي التمايز تجريت لتوليد مجموعة من كلاوات هاي المكونات اذن هذا انا ما احتاجه فقط انه الموقع مع البي سي ار هو على الغشاء البلازمي او على الغشاء مع البي لا امفسايت اهنا طبعا نقل عمرية السايتوب لازم انت جين ما اعرف هاي اكو خطأ هنا ما اعرف اكو كلمات متقطعة كش ما فيهم اتمنى والله بس انا السيدي السيدي اربعين والسيدي اربعين ايلا اللي هنا واحد موجود بالثاني انا شرحت لمحاضرة الفاتت فالهنا راح اتوقف تمام لولا واتمنى يعني فدتكم بشرح المحاضرة اي استفسار الموجود